روى أو أخرج الإمام الصيوطي في الجامعة الصغير وحسن الألباني حديثة بهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه لله ليلة من حرمها فقد حرم الخير وهذا الحديث مناسب لما نستقبل أو يستقبل المسلمون في مقبل الأيام من شهر الله المبارك رمضان والذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بقدومه المسلمين ولا شك أن رمضان صومه من أركان الإسلام العظام وأن صومه فرض بالكتاب والسنة والإجمع وأن في صومه من الفضائل العظيمة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض كما كتب على الذين من قبلكم وهذا في تسلية للمسلمين أننا لسنا أول من صام رمضان لعلكم تتقون وهذه فائدة الصيام تحسيل التقوى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل به أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلقا فلم يدخل منه أحد غيرهم وهذا أيضا من فضائل الصيام كذلك من فضائل الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض الفضائل دي أخوان مهمة شأن الناس شجع ولأن كثيرا من الناس عندهم قدرة على الصيام وعندهم قدرة على الجكة في رمضان وبعد ذا بتلقاهم الشيشة مدورة والفتة مدورة والكركدي مدور عندهم يقول لك دي جنبات دي جنبات بتاع الجهنم والله يوري من هذا فدي فضائل عظيمة انت مدفوتة شكد النبي عليه الصلاة والسلام يوم أمر بوضع المنبر فطلع الدرجة الأولى من المنبر والسنة أن يكون المنبر تعجم على البطلع فيه والخطيب ثلاثة درجات هذه هي السنة فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم الأولى قال آمين ثم لما طلع الثانية قال آمين ثم لما راق الثالثة قال آمين فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة وقالوا رأيناك فعلت أمرا لم تفعلوا قبل اليوم فقال إنه أتاني جبريل آلف وقال رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج فلم يغفر له فقل آمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين دعا مستجاب الزمان وقت الجمعة والمكان المنبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة وليس الحديث ما بين منبري وقبري لأن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ديك ما يتوفر والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يكون يقال قبري كيف المهم وقال ومنبري على ترعة من ترعي الجنة ليه لأنه في أسباب كبيرة وكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن لله عُتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة شوفوا هذه الفضاء العظيمة شاكدوا في حديث ابو هريرة نبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائه زل صلى العصر ومنتظر المغرب قام صلى المغرب لو عمل معصية بين العصر والمغرب الصلوات بتكفر له وزل صلى جمعة إلى جمعة تكفر له ما بين الجمعتين وصام رمضان إيمانا واحتسابا إلى رمضان الآخر إيمانا واحتسابا غفر له ما بين الرمضانين بشر قال إذا اجتنبت الكبائر أي إذا كان الإنسان في جانب والكبائر في جانب لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة زلبي شرب الخمر يترك ويندم عليه ويعزم إنه ما يرجع ويتوب توبة خاصة من هذه الكبيرة من شربه الخمر ومن الزنا إلى آخر وأكبر الكبائر الإشراك بالله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله تلقى وشمس مسخنة وقاعد جنب المكيف في إمتى ألابس حجاب ويقول لك الليلة اليوم مسخن أمرك أمره خلي المسلمين صوموا أمرك أمرك مركب لك حجاب ويمكن يكون كاتب لك البيجاي ده ما عندك أي صيام صيام ما عندك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقاء والتمائم والتولة شنو شرك فالإنسان إذا علق تميمة فقد وقع في الشرك بالله ده غير الحجبات بتاعة الجماعة ده شرك بيقرون يقول لك اكتب لك ألف لا ميم نو عما نو فلو وو في إمتى اكتب لك ده كتاب بتاع برهانية بتاع أذكر وتلقى الكتاب بتاع السمانية شوه عما كالبيجاي ده في إمتى كتاب اسمه أزاهير الرياض تأليف عبد المحمود نور الدائم قال ويكتب لمن به حمى هذه الأسماء شقش اتنين عشان الحمى تروح وتعلق وانت هنا عشان الحمى حمى تروح بها شقش اتنين وشقموش اتنين ده جوه الحجاب انت شايل معاك شقش وما عارف ومش شقش واحد شقش اتنين وشايل اتنين شقموش وشايل راع المنخ اتنين وشايل العجل اتنين شايل لك عجل جوه وما ماكل وما لاقي لحمة شايل العجل وما لاقي لحمة كالعيس في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محمول وما ما زاته يحسبه الضمآن ماء قال الساعة اتنين قال فتروح الحمى يا ناس في حمى بتروح بعواليق زي دي شركيات زل تلقاه جاي رمضان يقول لك نحن الجمعة الاولى ماشينا الشيكانيبة دارين نشيل الطين بتاعة الحفير من هنا يركب اول جمعة لابد يلقى هناك معابل الفكه يأكل في الطينة تحت الحفيرة الله يكرمك بهاين بايلة فوقه في امتو فيه بولهارسي وبلاوي كثيرة يجي راجع بأمراض الطفولة الستة عمك كبير باهمة شيء تلقاه بيجي يودو غسيل كلا وغسيل بتاع موخ وغسيل بتاع كمونية السبب شنو سبب الورطة دي تلبي وديك هناك شنو رمضان قعد مع ولادك وامسك المصحف وادعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة رمضان من المواسم المباركة التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعوات ويضاعف الله عز وجل فيها الحسنات ويغفر الله سبحانه وتعالى في الذنوب لكن الشرق قال إذا اجتربت الكبائر فأول ذنب وأعظم ذنب الإشراك بالله شوف سبحان الله انت تفتش العبادات دي كلها بعد شوية رمضان انتهي بيجي على الناس الحق برضو الحق النبي عليه الصلاة والسلام رسل أبو هريرة وعلى إثر علي بن أبي طالب قال أن لا يطوفن بعد العام مشرك أن لا يحجن بعد العام مشرك وأن لا يطوفن بالبيت عريان شوف المشرك والعريان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسل أبو هريرة في صح مسلم إنه تاني واحد مشرك ما يحج يا أخواننا دواء كلامنا نحنا في ناس بيفتكروا إنه نحنا بنقعد بجاي ننجر لحديث ونجي خاشين الحلقة ده أفتح صح مسلم أفتح الصحيح تع مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يحج بالبيت شنو مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولذلك دائما العبادات كلها مربوطة بالتوحيد شاكد ربنا سبحانه وتعالى قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد ربنا سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه شنو هباء منثورة في إمتى ولذلك أخواننا الإنسان ما يتورب والله الشرك دي ضيعك وده القاعدين قبل شوية واحد من أخواننا الأفاضل سمعني مقطع للشعراوي طبعا الشغل غلبت كان في نسوان بعشية جابوا شفع بعشية بجيبوا لينا روضة دار الحنان في سوك ستة ما شغل بقت صعبة تفاهم معي المهم نرجع للموضوع ده جابينا الشعراوي وبأصل للموضوع بتاع التوسل قال وقام جاب حديث أنس بن مالك في الاستسقاء قال كانوا إذا قحط الناس استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر استسقى بالعباس قال شايف قال يجوك ناس يقول لك الاستعانة بغير الله ما بالجز ما أصو ما بالجز استعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه المخلوق ما بجز ده من الشرك بالله أما الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر ده بجز انت سيقليك عجرة وشيقليك زير مثلا ولا شوال وقع منك تستعين بمخلوق زيك شاب زيك قل الله راح نرفع الشوال ده ده استعانة بغير الله والزول ده بيقدر وما غايب وحاضر حي بيقدر على الموضوع ده لكن مثلا اللي قلت لك زول ضعيف أو عيان تقول له أرفع معي الشوال ده محرم لأنه فيه استهزابه كمان لو بيقى ميت ده شرك بالله تقول له أبوك يا شيخ أراح أرفع معي الشوال والشيخ أنا بدخل لك في الشوال ذاته كذبس الدنيزي بدخل لك جوه الشوال الفكه في امتا فدا قال يجوز الاستعانة بغير الله قال مش التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال التوصل بأقارب الميت ذاته قال بيجوز أشيخ الألباني رحمه الله إمام أهل الأهل الحديث في العصر الحديث في كتابه المبارك العظيم كتاب التوصل وأحكامه قال نحن والمخالفون نختلف في تقدير التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالعباس في هذا الحديث هل هو التوصل بالدعاء دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء العباس أم هو توصل بذواتهم وجاههم قال نشوف العباس عمل شنو ابن حجر رحمه الله حديث ده في البخاري وكتاب البخاري ده شرحه ابن حجر ابن حجر قام جاب رواية تانية لإمام آخر اسمه الزبير بن بكر قال لما عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أو بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا قال فقال قال فقام العباس فقال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة اللهم هذه نواصينا إليك بالتوبة فسقنا هنا دجنه دعاء لله سبحانه وتعالى فبيجي دعاة الشرك بأصل إليك والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهر رمضان قال وتغل فيه مرضة الشياطين وطبعا ديل شياطين الجن أما للأسفة الشديد في شياطين إنسي قاعدين شياطين خليك من بتاعنا الغنى جيبوا لك عمك بصرحة خش محفيان داك ناس هايل وهاها يقول يا عمك الله لشهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن الناس بيكونوا في التراويح وذلك بيكونوا قاعدين في الاستوديو بسجنوا في الحلقة في امت ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الآن القنوات والإذاعات وغيره إلا ما رحمه ربي تلقى يقول لك بنحضر في شهر رمضان نكات فمته ومسلسلات وبلاوي ومشاكل وفتن إذن عاضل المسيبين تلقى المسلسلات السيئة والخبيثة يقول لك مسلسل اسمه العشق الحرام أو العشق الممنوع ويأصلوا للناس فوقه يأصلوا فوقه والغنوات بتاعة ومعارف شنوه وغيره يقول لك لأنه كان أمه محتاجة لعملية شان كده مشا مشا تحبت لها واحد غني وزنت بيهم شان الشغلة تمش دي القنوات ده جوه رمضان كلام ده جوه رمضان كله في متى ده غير يجيبوا لك الهبل بتاعنا نذير متاعب ومعارف شنو يا زول ما انت أكبر متعب وبجيبوهم لك بعد بعد ما الناس فطروا طوالي ناس فطروا طوالي الجماعة جارين التلفزيون جارين يشوفوا داكم وطضان ومعارف مهنده نور وهدي زئاب وهوى الساكن وده واغع ما حقنا ده واغع حقنا نحن في متى انت السوداني الأغبش زيه تماناكم على الموضوع ده نازل بنده النظيفة تماناكم على الشغلة دي انت زول أغبش زي أنا كده خليك بيجاي خليك معنا في وادي الغنم اقعد بيجاي ما تحضر للعواليك ده ما تحضر للأغاني الفاشلة ده جار بتاع رمضان مغفرة ده وكد بتاع دعاء ربنا سبحانه وتعالى لله عتقاء في كل يوم وليلة مما انت امسكت من الصباح من طلوع الفجر الصادق لغاية ما الشمس غربته فطرته ربنا عنده عتقاء في اليوم ومما غربت لغاية ما اطلع الفجر لليوم التاني لله سبحانه وتعالى عتقاء انت بدل تطلب ان يجعلك الله سبحانه وتعالى من العتقاء تقعد تباردين وفي واحدين بباروة الاخبار والسياسة ودهل كلهم ما عندهم موضوع ها وفي واحدين كمان بيجيبوا لك ناس ابوك الشيخ جيبهم لك بمناسبة شعر رمضان مع ابوك الشيخ جابين واحد في غناء ده قال قال لما انخش الخلوة قال لنا قال قلت لابو الشيخ انا بن عس طيب ما تنوم ده دار لا شيخ نوم وغيلي العمل غيلولة في امتى وكان الاشيغ الكتر عليك خفف منه قال لنا قال لنا دار اقوم الليل ها والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولكني شنوه اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني قال بيجيت اكل اكلتين اكلتين سنة كاملة تاني مشيت للفكيه قال له لسه جوع قال بيجي اكل اكلة واحدة تاني قال ليه جوع قال بيجي شرف شاي تخيل ده سنة كاملة سنة بيمشي وتاني بيجي راجع عشان تعرفهم ذاته عطالة اسي بس موضوعه كله في الجوع وتلقى لك جوع مني اخصوم عشان تقدر تطيع ربنا سبحانه وتعالى الامام الشابعي كان بيأكل تمام ثم يقول اعلف حمارك ثم كده معنى اشنوه معنى اكل الحمار تمام بعد ذاك ادرج قاصد نفس يعني يعني تاكل كويس وتاكل تمام وتتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى عشان تقدر تصوم تقدر تجاهد في سبيل الله تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هواس يجيبوا لك برنامج فرع برنامج بيجيبوا فوقه ها الفكي بيجيب لك الحكاية بتاع جلوك جابين واحدة ظنوا ناطي من حيطة او لحاجة ها كيف هاي ابوك الشيخ كيف والله ابوك الشيخ جلوك طبعا ابوك الشيخ طبعا كان عنده حوار اسمه جلوك وبعدين جلوك ده ابوك الشيخ رسلوا للبحر وبعدين التمساح اكلوا طيبني السفيد شنو قال ولغاية ابوك الشيخ رسلوا يصلي العصر جبلين الموية عشان يطد يصلي العصر لغاية ما زمن العصر فات والشمس وقعت جلوك ماجي راجع الشيخ سهل منه فقام قرال لهم جلوك وين قال لها اكل التمساح فماش يساق الجماعة مش البحر قال نهذا التمسيح كلهم التمسيح جات مارغة تمسيح دي صوفي يعني جات مارغة سمعت كلامك قال لهم وين التمساح الاكل جلوك قال مارغ وطلع جلوك واطلعوا ما باطلعوا مشكلة كبيرة في انها طلع جلوك وقلب التمساح حجر قام واهو مستفيه شنين انت اقلب لانا الحجر ده بنزين شيل من النيل ده أقلبه لنا بنزين فهمت أقلب الحجر خرفان زي ما زمان بيحكوها الجماعة عمك أدروب بعدين عنده خروف واحد خروفه محترم في الحلة ست مريم جات معشل الحلة الجماعة جاء لأدروب قال لا اسمع نبح لي ست مريم ديه كده ولا بد نكرمه قال الله والله أنا عندي خروف واحد ما بدي لها يا أدروب كيف قال لهم ما بديها قال لهم بينكلمه ليه قال لهم كلموه قال لهم قولوا ليه والله ما تضحوا أنا أقلبه لك حجر الجماعة جلوها قالوا الليلة بتقلبه لك حجر قال والله ست مريم ده حاغتها الحجار كثير ما يقلب خرفان يشيلوا يدينا معهم فيمتا؟ أوس ساكن أوس قال قلبتهم ساعة ما بتقدر تقلب أس الليلة أقلب أي حاجر تعالنا من هنا للصباح ده أديوا شعر بس فيمتا؟ نحنا منتفق معاك أديوا شعر ما بتقدر تديوا حاجة هرفتها؟ لأنك انت إنسان مخلوق ضعيف ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا خليك من الحجر ضبانايا سغيرا ما بيقدر عليها قال بعد ذاك لما مشى يتوضه قال رجع الشمس وصلى العصر وتاني جنوه وتاني وداه ياخل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الصلاة دي ذاتا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولي ول ما وله ومعاوى الصحابة رضي الله عنه قال فقال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم أو قال قبورهم نارا ثم صلى صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكانوا متعبين من السفر والحديث في البخاري فبلار رضي الله عنهم يعني قال لهم أنا بصحيكم فناموا ونام بلار رضي الله عنه حتى طلعت الشمس في البخاري فلما استيقظ الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ماتا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما رجع الشمس يرجع على الفجر يصلي الفجر ثاني يجيب الشمس تشري هل ضفعنا المصوبا الشريف نسبه جر الشمس مع الملائكة ما غلبه والتمسح حجر في شنجلو قلبه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم لو قلت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم انت بر الدين لو قلت ما أفضل ليه انتوا بيجيبوا الكذب ده كذب وافتراء وباطل فذل عنده عقيدة زي ديه رمضان صيامه ما بينفعه ولا يصح منه صوم رمضان ولا يجوز له أن يدخل مساجد المسلمين ولا يجوز له أن يدخل مكة زي ده أفجوز ليهم شيخوش مكة أول حاجة تصحح العقيدة صلح تمام شكذا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لما انفاخروا أهل مكة لما فاخروا بسقاية الحجي وعمارة بيت الله بالبناء وغير ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ولذلك أخوانا الأعمال الصالحة والفضائل العظيمة الإنسان إذا وقع في الشرك بالله لم يكن له من تلك الفضائل شيء ما عنده أي فضيلة قد القرآن قال كذا والسنة قالت كذا شاكد هذا أول أول أمر مفروض تنظر له ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على السنة ولا يشرك ويكون خالص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا من الخلق ما يشرك بالله سبحانه وتعالى فتجتنب البرامج الفارغة البرامج الشركية الفاسدة جابين بتاعه بدر ولا مين برضو في قناة النيل الأزرق في يبهدي كده ها والشناير كده فيمتى وبعدين لا في ليه عمى اطناشر متر مستهبل يا أخ جاب بتاع الشيكسي قال له أبونا الشيخ بتاع الشيكسي فيمتى المدايح بتاعته بالأغاني أسمعنا مرة بيقول بدوره لك شنو بدوره لك متحة يا سمسم القضارف بيقلبه لك متحة المشكلة بيقلبه لك متحة بتاع أبشعرات دا كدور حديد ولا القطر فات من المحطة بيقلبه لك برضو متحة ليه بالدين جاب له واحد قال أبو الشيخ قال ربنا سبحانه وتعالى قال له القصيدة دي طبعا قال له أنا ما بسألك من ميمي وكده لأنه دي غد تكون اصطلاحات خاصة عند الغم وانت تتكلم بالاصطلاحات دي ليه تكلم بالكتاب والسنة تكلم بكلام ربنا سبحانه وتعالى إذا ما إذا ما حث الناس على الخير كلام الله وكلام الرسول صلى الله سلم ميمي بتحس الناس بتحس أقو أكيكا في كيكي أقص أسيسا في سيسي أم أميما في ميمي أميما أم منوه ذاته وتأمي ليه ذاته أم أميو والديوين هوا الساكت كلام فارق كلام فاشل قال لدي ما بزلك ما هو مجرم زيو لكن قال له في كرامات هنا ورين لها قال أول كرامة إنه أبونا الشيخ الكباشي ربنا أدهه كون فيكون على لسانه يعني زي ما انت بتبزق زي ما انت بتقول جيب مؤيا سهلا مش بس هو كون فيكون على لسانه فيهمتا المزيح طبعا هو مجرم لكن حريف طبعا قام قال له أسمع طبعا انت أبونا الشيخ بتسأل الله والله بيده كون فيكون فربنا بيده لعب وبالتالي ربنا هو بيده كون فيكون داك طبعا راسه بليد قام قال له لا أبونا الشيخ ذاته بيقول للشيخ كون فيكون فيهمتا بعد الليوة البرنامج كله يتكشف وربنا فضح فيهمتا وربنا سبحانه وتعالى قال قل من بيده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل كفار قريش من باب إقامة الحجة عليهم قل من بيده ملكوت كل شيء منه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون دا تحدي في صورة المؤمنون ربنا قال فسيقولون المشركين ذاتهم ناس أبو الله وأبو جهل وعقب بن أبي معي فسيقولون لله يا أخواننا إذا كان المشرك بيقول لك الكون عند الله سبحانه وتعالى والتصرف في الكون عند الله جل وعلا كيف ذال يدعي الإسلام يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي شيء كن فيكون أراجئ إنه يصوم رمضان راجئ إنه يصوم رمضان ولذلك دير ضيعوا يا أخواننا عما الناس كثيرة ورطوهم كثير من أهن السودانيين ناس طيبين والله ودائرين الخير وناس بيسارعوا في الخير تلقى في رمضان ما شاء الله والله تسافر أي محل الناس اقطع عليك الشوارع اقطع عليك الشارع يقول لك والله الرجال بيجاي والحريم بحلين هناك بعد تأكل فوت وبقيموا في الظلط ممكن تطقوا بالعربية لأنه بعتبر إنه فطر صايم وكذا ناس تمام لكن للأسف الشهد تلقوا بأحجاب والله بنتحسر عليهم ناس فيهم خير وهؤلاء استغلوا طيبة الناس واستغلوا حب الناس للدين ولذلك يا أخواننا الواجب على الناس الواجب على الناس أن يبينوا هذه الأمور وأن يبينوا للخلق وللعباد أن هذه الفضائل العظيمة لا ينالها من وقع في الشرك بالله توريهم توري أولادك في البيت الجيران قاعدين في الجبن في مناسبة تقول لهم يا أخواننا والله ما شاء الله رمضان دا قالوا فيه فضائل دعوتك مستجابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات المستجابات لا شك فيهن ومنها دعوة الصايم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا الله يفضائل عظيمة وما شاء الله الزول بشيلها هم الأكل والشراب لكن لما يجي رمضان لما ينساين وكذا وما شاء الله زول بتبقى صحة وكذا لكن للأسف الشديد يا أخوان بعد كله بعد كله لو أنت شركت بالله ما عندك أي حاجة بل أن تخلت تحبط الأعمال وتخلت في نار جهن فلابد يا أخواننا المعلومات دي تصل للناس وتصل للمسلمين شاء ما يجع والله أخواننا السودانين أنحنا لو منهم من باب من باب الوغاية خير من العلاج أنا ما بشير بالله من باب الوغاية ساكن ما بشير بالله سبحانه وتعالى لأنه ما ممكن أكون في الدنيا مدفوس يتعبان وبنطفي الحافلة بشباك وبمرق منا بالقزازة الورا وتاني أما الغيامة أكون مش لحطة أعمالك حطة وشمس طاقة في راسك زي ما قال الشاعر ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل زي ما دا قال جيناك يا كابل همل لا دنيا لا دين لعمل أنا عازمة كنت تعفر لي في بطا يا ناس الشعب دا محتاج ناس دا مسكينة ما فاهم دينة غشوم ديل غشوم عشان يقول لهم زي رمضان الفاتح الناس اللي بيحضروا الحلقة يقول لهم يجيبوا لي حق الورنجة ويسووا لي فالناس يا أخواننا تتقي الله سبحانه وتعالى وتبين حق الله عز وجل وتخاف من الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يتقبل منهم ويضاعف لهم قدم الشيخ مزام